اجتمعت بمدينة طنجة لجنة قيادة منتدى الأطراف لبلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط للمناخ ماد كوب 2016 لقاء شكل فرصة مكنت أزيد من سبعين خبيرا من عشرة بلدان من وضع برنامج للمنتدى الذي سيعقد يومي الثامن عشر والتاسع عشر من يوليوز المقبل والخوات طوات المقبلة لإنجاح ماد كوب في نسخته الثانية تفاصيل في هذا الروبورتاج لمحمد أمين بومسبر أزيد من سبعين خبيرا يمثلون عشر دول تنتمي لبلدان المتوسط التأم من أجل التحضير للدورة الثانية للمؤتمر المتوسطي حول التغيرات المناخية مؤتمر يأتي بدوره في إطار استعداد المغرب لاحتضان الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ بمدينة مراكش هو ثاني لقاء للجنة البرمجة المتوسطية والتي تضم أعضاء اللجنة العلمية الممبثقة عن لجنة القيادة للتحضير للميد كوب 22 وأيضا عشرة خبراء من دول حول البحر الأمين المتوسطي حول المناخ وما يزيد عن ستين شبكة من الفاعلين في مجال التغيرات المناخية هذا اللقاء يأتي من أجل تحديد البرنامج النهائي للميد كوب فندو أو النسخة الثانية لمؤتمر المتوسطي للمناخ والذي سينعاقد بمدينة تنجاي وميد 18 و19 يوليوز المقبل نلاحظ حضور العديد من خبراء الدوليين في مجال التغيرات المناخية وأيضا ممثلين عن هيئات حكومية بالمنطقة المتوسطية والغير الحكومية كشبكات مهتمة بهذا المجال اللقاء شكل فرصة للعديد من المسؤولين عن الشبكات المتوسطية التي تعنى بالبيئة لوضع برنامج مشترك لمنتدى ميد كوب التظاهرة شكلت أيضا مناسبة لتسليط الضوء على المبادرة القائمة وإفساح المجال لحاملية المشاريع الذين ينتمون لمنظمات المجتمع المدني هو ثاني اجتماعي على المستوى المتوسطي حول المناخ هدفنا هو العمل المشترك لإظهار صوت المتوسطي في المفاوضات المناخية لمؤتمر الأطراف كوب 22 التي ستجري هذه السنة بمدينة مراكش وهدفنا الثاني من هذا الاجتماع هو وضع خريطة عمل لمجموعة من الخطوات التي يجب أن تتبلور على أرض الواقع مؤتمر الأطراف الذي سينظم خلال شهر يوليوز القادم بمدينة طنجا سيتدار سسوب للحد من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بمنطقة المتوسط وأيضا كيفية التكيف مع انعكاسات التغيرات المناخية على الوضع الاقتصادي والبيئي في المنطقة